في الفيديو ده هجرب اكلة كل ما حد بيسافر بره بيجربها وحييها بقى موت واجربها فحليتي للأكل حوالي العالم النهاردة نجرب اكلة تركية وهي الميديا وهنجربها من شيل ان شيل وللي منكم ما يعرفش ايه هي الميديا هي اكلة تركية عبارة عن المصلد او بلح البحر محش من جوه كده رز بتقابل وفي بعض الاماكن بتحط عليه مكسرات ومفيش اصلا محلات كتير هنا في مصر بتعملها فراحت وصل الضهشور عند مدخل زي الثلاثة عشان اجربها من شيل ان شيل الميديا هناك بسيطة خالص هي عبارة عن ثلاث حاجات الميديا وفي منها مستورد وفي منها مصري وتاني حاجة الجنبري واخيرا الحلوة والديزيرت بس للأسف ما كانش موجود نبتدي اول حاجة بقى بالحاجة اللي احنا جايين عشانها وهي الميديا بدأت اول حاجة بالمستورد هو بيقى فيه طعمين واحد اوريجينل واحد سبايسي وهو بيبقى معلملك عليهم على العلبة بتاعتهم وكان عاملين حتة حلوة كده اوي برضو ان هما حطين لك نيوترشن فاكس على العلبة نفسها والميديا دي على حسب ما انا دورت لها طريقة اكل معينة كده انت بتفتحها وبعد كده بتحط عليها عصرة لمون تروح جاب نص الصدفة الفاضي تروح مدخله من تحت الرز كده وتبتلي تشيل كل اللي موجود عشان اللحمة بتاعت بلح البحر نفسها بتبقى لازق فيها وبعد كده تودي امعل اول واحد بدأت بيها دي كانت المستوردة الوريجينل تحبيشت الرز الصراحة وتدبلت وكانوا حلوين اوي واللحمة نفسها بتاعت بلح البحر دي هي مختلف عن اي لحمة تانية انت هتاكلها بساعة متن طعمها حلو وميكس الطعمين كده مع بعض الصراحة هو جديد وانا بالنسبالي عشان بحب اجرب حاجات جديدة فعجبني اوي جربت برضو المستوردة الالسبايسي هي كانت طعمها حلو برضو بس الفكرة انا ما حسيتش فرق كبير بينها وبين الاريجينل اخدت واحدة تانية برضو من الالسبايسي وقلت اجربها من غير عصرة اللامون بقى اللي بتتحط من فوق دي الصراحة كانت طعمها حلو برضو فهي كلحمة ورز نفسهم الاثنين حلوين نخلش بقى في المصري صنع بلدنا هو فيه هناك ثلاث اطعم اوريجينل وسبايسي وسباشل انا جبت طعمين السبايسي والسباشل كان عجبني اوي الاعلام الصغيرة اللي هم حطينها بيعلبوا بيها دي بس انا بدأت اول حاجة بالسبايسي وكرنتها بالسبايسي المستوردة تحس المصري اكبر وفيها لون بني وبعد كده قلبة على سود غير التانية هي كلها سودة واصغر شوية في الحجمة من التانية المهم قلت اكل المصرية بقى صنع بلدنا فتحتها اديت عصرة اللامون وبعد كده وديت وتقريبا مفيش فرق طعم ما بين دي وما بين التانية فرق صغير خالص في طعم اللحمة نفسها حتى عيدت تانية على السبايسي المستوردة عشان شوف فيه فرق طعم ولا لا والحاجة الوحيدة للصراحة اللي حسنت انها مختلفة ان المستوردة بتتفتح اصعب شوية يعني احتاجت مساعدات خارجية واحتاجت مساعدة الراجل نفسه اصلا والراجل تحس بكل سهولة فتحها ولا كأن انا كنت قاعد بعافر وبحاول في اي حاجة المهم بقى يعني ان انا فعلا محسنتش بفرق كبير ما بين المستوردة والمصري بس اخر طعم جربت في الميديا بقى هو الاسبيشال وده بيكون في خلطة الرز نفسه محطوط جنبري هي اللي انا خدتها دي الجنبري فيها كان قليل شوية فما حستش بفرق بينها وما بين البقي بس بعد التصوير جربت واحدة الجنبري فيها كان اكتر صراحة كان طعمه حلو فعلا وكان فارع عن البقي دخلت بعد كده بقى على الجنبري هو بيتعامل باترفلاي على الشوية كده وبيتقدم بطريقتيني اما سبايسي او اوريجنال بيتقدم برضو معايا رز وصلطة جرجير الجنبري صراح حجمه كويس انا بتايت في الاول بالاريجنال هي صراحة طعمه حلو انا اصلا بحب الجنبري بالذات البترفلاي في العادي بس مشكلت دايما لما بيتعامل مشوي ان ساعات اللحم بتاعها بيبقى لازق في الجلد فبيبقى صعب ان انت تفوقهم من بعض بس انا حللت الموضوع ده ان انا كلت الجنبري باشره عمتا انا اول مرة جربت تجربة دي كانت حلو هوي جربت برضو الجنبري الاسبايسي صراحة تبيلته كانت احلى من الاريجنال بالنسبة لي باكتية وبعدين حظي بقى مع الاسبايسي ان انا لما جيت اشيل اللحمة كده من على الاشر كانت بتتشل زي السكينة في الحلاوة فهو عمتا بص انا الاسبايسي كان عجبني اوي كان فيه صوص كده برضو جاي مع الجنبري جربت الجنبري بالصوص ده صراحة كان طعمه حلو قوي لو يعرفوا بس يزودوا منه اثنين تلاتة كده هيبقى حوار الرز بالنسبة لي كان عادي يعني ما فيهوش فكرة قوي بس انت لو اخدت من الصوص اللي جاي معا ده وحطيت عليه انا صراحة بحب اجرب اكلات جديدة والميديا دي اكلة من الاكلات اللي انا فعلا كان نفس اجربها من زمان قولي لي بقى هل جربتوا الميديا قبل كده ولا لا ولو جربتوها جربتوها من تركيا ولا جربتوها من حدة تانية شكرا جدا اليكم لو انتوا لست بتتفرجوا لغاية دلوقتي كان معكم ابازة من قناة لايف وزبازة سلام